بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرغبنا في اتخاذ الصاحب الصالح الصادق في هذه الحياة الدنيا فالصاحب الصادق الصالح في هذه الحياة الدنيا ينفعك لا محالة يسأل عنك إذا غبت ويتفقدك ويساعدك إذا احتجت ويعاونك على طاعة الله وعلى طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا رأى منك شيئا غير طيب نصحك لله ورسوله وشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصاحب الصالح الصادق كهذا الذي يحمل المسك ويحمل الروائح الطيبة فإما أن يحذيك إما أن يعطيك أو يهبك شيء من هذه الروائح الطيبة وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة بمجرد يلوسك بجواره تشم منه رائحة طيبة وهذا الذي الصاحب غير الصالح الجليس السوء شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماذا بنافخ الكير هذا الذي ينفخ في النار فإما أن يحرق ثيابك إذا جلست بجواره وإما أن تشم منه رائحة غير طيبة فالجلوس أو اتخاذ الصاحب غير الصالح فإنه يؤذيك لا محالة في الدنيا قبل الآخرة أيها المسلمون الكرام الصحبة الصالحة والصحبة الصادقة في هذه الحياة الدنيا تبقى إلى يوم القيامة كل صحبة لا ترد الله تبارك وتعالى تنقلب إلى عداوة يوم القيامة يقول ربنا تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين جاء في تفسير هذه الآية عن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران فإذا مات أحد المؤمنين جمعه الله تبارك وتعالى وبشره بالجنة فقال يا رب اللهم إنه كان لي صاحب كان يأمرني بطاعتك وطاعة نبيك وكان يأمرني بالخيرات وينهاني عن المنكر وينبئني أني ملاقيك اللهم فلا تمته بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وترضى عنه مثل ما رضيت عني فإذا مات الآخر جمعه الله تبارك وتعالى وقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما نعم الصاحب ونعم الأخ ونعم الخليل قال وإذا مات أحد الكافرين جمعه الله تبارك وتعالى وبشره بالنار والعياذ بالله فقال يا رب اللهم إنه كان لي خليل صاحب يأمرني بمعصيتك ومعصية نبيك ويأمرني بالمنكرات وينهاني عن الخيرات اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه مثل ما سخط عليه فيجمعهم والله تبارك وتعالى ويقول ليثني كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما بئس الصاحب وبئس الخليل وبئس الأخ رغبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اتخاذ الصاحب الصالح الصادق في هذه الدنيا وأن كل واحد مننا أخلاقه كأخلاق صاحبه كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين